اهلا بحضراتكم وان الحكاية مش اكل احنا مش بناكل عشان يعني ناكل لا ده تغذية احنا بناكل عشان نعيش التغذية دي ليها قواعد ولو عايز عايش بطريقة صح وبطريقة فيها جودة كده في الحياة يبقى لازم اكل صح النهاردة ضيفي الكريم تخصصه وعلمه هو الثقافة الغذائية يعني هو عارف كويس قوي وهيشرح لنا يعني ايه انه الاكل ثقافة لانه ممكن حضراتكم هو الاكل ثقافة اه الاكل ثقافة الاكل ثقافة وهنعرف ازاي يكون عندنا ثقافة الاكل بطريقة صح من الدكتور مجدي نزيه استشاري التصطيف والاعلام الغذائي يا مسائل فولي يا دكتور مجدي بتوحش نور يا فاني تضيب عنينا حضرتك داي نعم يا فاني شانك ريجان خليني بس في الاول عايزة تفضلي قبل ما اتكلم عن ثقافة الاكل كنت في اول الحلقة بتكلم على انه في نائبة في مجلس الشيوخ عاملة مشكلة كبيرة جدا حوالين الاندومي والنودلس والشعرية المجهزة والكلام ده كله مرة تانية وثالثة وربعة وعشرة عايزين نتكلم الاول في هذه النقطة اللي فيها دلوقتي استجواب في مجلس الشيوخ عايزين نفهم الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي ايه الصح وايه الغلط في الموضوع ده تمام في عجالة وباختصار وفي نقاط نعم الاندومي هو غذاء مصنع عليه اضافة كيميائية بغرض اكتساب النكهة او الطعم هذه الاضافة محطوطة بنسبة اذا ما انا تناولتها برجد على فترات متبعدة ما تضرنيش هذه المادة هي مادة اسمها المونو سوديوم جولوتاميت او جولوتاميت او حد السوديوم بالعربي او بالبلدي ولغة السوق الملح الصيني الملح الصيني اه بالضبط ده اذا ما تناولتها بترشيد طيب اذا افرطت في استهلاكها شأنها شأن بقية الاغذية صبت التصنيع ليها اثار سلبي اكتر اثار سلبي الدراسات وضحته ان في حالة استهلاكها بالصفة يومية على مدار سنتين ثلاثة اربعة تحدث مرض بيعمل دمور نهايات الاعصاب وباللغة الدرجة سمي مرض المطاعم الصينية لان مرتدي المطاعم الصينية او مستهلكي الوجبات الصينية بما فيها الملح الصيني اللي هي المادة دي لوحظ ان بعد سنتين ثلاثة بيحصلهم دمور في نهايات الاعصاب يعني ايه بقى؟ يعني ايه دمور في نهايات الاعصاب؟ بس انا احس بايه؟ ما هو حظك؟ لا ما فيش انا بحس بايه حظك؟ دي الحالة المرضية اللي بتحدث مش دي النقطة دلوقتي كنت اتكلم في عائدة التغذية يعني ايه جرس انذار؟ لا ما هو حظك ما ينفعش اقول ده مرض مزمن بيحتاج لزمن طويل حتى يحدث ومتى حدث خلاص نقول قام باك ده ضمور مش التهاب عشان كده بقول لحظك ده مش جرس لما يحصل ده فيش جرس انذار خلاص اه حصل وخلاص لا بالزبط بالزبط عشان كده بنقول منذ البداية بالزبط بنقول منذ البداية من فضلكم انا دايما بوضح الجملة انا مشهور بيها الوقاية الخير من القلاق بالزبط الاغذية المصنعة ينبغي ان اتعامل معها اتعاملي مع الدواء وليس الغذاء اتناول الاغذية المصنعة بترشيد على فترات محدودة ايه الاغذية المصنعة برضا اي غذاء اكلة او شرب مر على مصنعة اه على الاطلاق لازم اخد بالي ويبقى بترشيد مش بصورة يومية بالزبط لانه عليه اضافة كميائية سواء بغرض اكتساب الطعم او النكا بغرض التلوين بغرض الحفظ بغرض عدم وتجنب التزنخ بغرض اكتساب المستحلبات بغرض تحسين القوام بغرض بغرض الام اللي بتدي اللي ابنها وبنتها اللي هي اللي فيها مواد حفظة كده ايه دي المشكلة وكل يوم راح مدرسة بيها ايه دي المشكلة دي المشكلة اللي بشربوا عصير جدت علينا ومن هنا بتدت تظهر الامراض غير السارية الامراض المزمنة وابتدت تنخفض القدرات المناعية الاجسام اطفالنا واي ام النهاردة تيجي تحسبها ايام ما كانت هي في سن طفلها كانت اكفأ منه صحة وافضل منه قدرة وفي نفس الوقت العكس بالعكس كمان هي امها اما كانت هي امها في سنها كانت افضل منها وهكذا ليه لان ابتدت تخش علينا انماط مش بتاعتنا ثقافة غريبة ابتدنا ننقل انصاف الثقافات من مجتمعات تانية وهنا المشكلة وعشان كده في صحوة المفروض بسلمان ياسم بالزبط الاغذية التقليدية هو ده المفتاح هرجع اكمل الجزئية اللي حديك تفضلت بيها الدوشة اللي حصلة لفترة الاخيرة الدوشة اللي حصلة لفترة الاخيرة هي مرتبطة بنوع نودلز في مادة حريفة الكيس الصغير ده في مادة حريفة اللي حدثة اللي حصلت الطفلة الله يرحمه بالزبط بالزبط هذا التحدي فعايز اقول قد تكون قد قد تكون مشكلة استهلاك وليست مشكلة انتاج انا كالت ادي ايه وهل انا جرعة الشطة اللي اتخذت مرة واحدة هل هو استحملها ممكن تكون اثار التأثير السلبي بدليل ان فيه كلام ان حصل مشاكل في المعدة وي 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 ولذلك الكلام في هذا الموضوع يرجع فيه الى الطب الشرعي لانه هو لنظر الحالة يرجع فيه الى مركز السموم قد تكون الشيء اللي هو وكاله فيه اي نوع من انواع السموم تأرير دول هو اللي هيقول المشكلة ايه بس بصرف النظر الوجبة دي طبعا يعني بدور رجل طبعا وبعدين حضرتك عايز اقول ان الحاجات دي مصنعة بالحدود اللي بيسمح بيها القانون ليلة ان النسب اللي فيها ما تضرش الانسان اذا كان الانسان عنده عقل وهو بيكلها الحاجات دي معمولة تهلكها مرة كل عشر تيام انما مش ستين مرة في اليوم الواحد مكعبات مرأة فيها نفس المادة بطبخ بيها الظهر نودلز الطفل بياخدها ولا الشاب بياخدها وهو رايح الدرس ولا راجع من الدرس مصنعات لحوم فيها نفس المادة بياخدها الصبح مع الساندويتشات ولا بالليل في العاشة وي 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 طب وبعدين وبعدين طب ما انا الضبط في الدواء دايما برضو بقول بدل ما باخد قرس الدواء لو اطرحرحت وخدت الشريط مصيب هاخد معا تأشيرة للجنة بالضبط اذا المشكلة مشكلة استهلاك وليس تنتهي طيب ثقافة الاكل وحضرتك دائما وابدا بتنادي لانا ارجع للاغذية التقليدية اللي احنا متعودين عليها وخاصة لانه الاغذية التقليدية دي مرتبطة بالبيئة اللي احنا فيها يعني نوصل للناس هذه المعلومات ان انت عايش في مصر اكلك كذا احنا كمصريين المفروض نفطر ايه نتغدى ايه نتعشى ايه السناكس بتاعتنا ايه تمام سؤال كويس حضرتك احنا مصر الدولة رائعة مجتمع ما فيه زيه من ضمن مميزاته انه تزوب فيه اي ثقافة تانية تخش تزوب داخله ويحتويها على سبيل المثال من ضمنها الثقافات الغذائية فانماط التغذية بتاعت المجتمعات الغربية والمجتمعات الشرقية والجنوبية والشمالية وكل عاج بدليل ان عندنا البيتزا ودي ايطالي وفتحنا بيها مطاعم هنا عندنا الكبسة والمندي اكل خليدي يمني والسعودي المندي يمني والكبسة السعودي بالضبط وفتحنا مطاعم هنا الكوسكوسي من بلاد المغرب العربي عفوا وداخل ضمن بعض انماط بيوت النهاردة صح الفرانكفورتر والهوددوج واللانشن وجبنا الرومي وجبنا رومي دي فرانسيا وعندنا هنا نفس القصة فعايز اقول احنا نقلنا انصاف الثقافات بس مش واخدين بالنا ان كتير قوي من الامهات النهاردة ودي جملة بتستفزيني جدا اكلتي الولد ايه مبارح ما هو كل يوم مكارونا وبنية هو مش عايز الا كده يا سلام بني ايه يعني انا مش عايز اقول الفاظه وابقى متجاوز بني ايه ومش بني ايه انتي ليه الموضوع القلي اللي دخل على البيوت بتاعتنا القلي ده يا فندم جاي من مجتمعات عندها درجة الحرارة صفر احنا عندنا حرارة اربعين انا اكل مقلي اعمل بي ايه المصر القديمة كان فيها سل خبز شاي ما كانش فيه قلي حتى الطعمية واحنا طبعا المصر هي اللي عاملة طعمية وده بان في جدارية في مقبرة الملك تحطمس الخامس الطعمية معمولة مرسومة زي بؤج كانت تخبز ما تتقليش يعني احنا كنا بنخبز الطعمية اه طبعا خبز اه عمرنا ما قلنا الطعمية لا يا فندم احنا ما نعرفش القلي لان اصلا ما كانش بقى فيه لزيد دورة ولا زيد عباد شمس هو كان زيد الزتو ده كان زي ما هو من خمس تلاف سنة كان فيه عباد شمس بيتعصر ولا دورة بتعصر يعني احنا في مصر المفروض نمنع القلي تماما مش بتاعنا مش بتاعنا احنا حرارة عندنا عالية حضراتك اما تنزلي السودان مش هتلاقي مقليات المجتمعات الحرة مفاش قلي وكذا عايز اقول لحضراتك بس عاوز اضيف لحراج بومي حراج بتقول الام بتقول لابني هو عاوز البني والمكارون هو عايز هو مش ابني بس ابنها وجوزها هي دي مش كذلك الرجالة دلوقتي فعلا احلى وواجبة بالنسبة لهم كده فخلاص البيت كله بيأكل بني ومكارون والله يا فندم يعني انا لو حسبت ان انا من الرجالة انا مش كده محبوب دكتور مجدي نزيه بقى اللي عارف ومتخص موضوع التغذية ففهم انه ده غلط الحقيقة يا فندم انت حضراتك تفضلتي وذكرتي جزئية غاية في الاهمية موضوع ثقافة الاكل دي ممكن تودينا في ده يا حضراتك اؤكدتي على ان الكلام ده مهم الموضوع مش موضوع اكل الموضوع موضوع التغذي انا مش مجرد بفتح بقي وحد في اي حاجة عشان ما بقاش جعان يعني مش سد الحنك بالزبط كده فالموضوع ده غاية في الاهمية وده اللي خلى النهاردة تتفاقم الامراض غير السارية اللي هي الامراض المزمنة السكر والضغط والقلب والكبد ما احنا بنأكل ايه؟ ودي مشكلة احنا بنأكل اكل مش بتاعنا طيب زي العربية لو حطت لها نوع بنزين سيء بالزبط العربية هتبوز هي دي المشكلة ما انت برضو بتغذي نفسك بايه؟ بالزبط علشان كده الاكل بتاعنا لازم نفهم الامة او الامة تعرف والاب يعرف اعلم ان الاهمال الصغير اللي انا بهمله النهاردة في اللقمة اللي انا بعدها للطفل بنفذ رغباته انا اللي هدفع التمن قدام غالي اولا تكلفة اقتصادية ثانيا ضعف تنمية ضعف قدرة انتاجية زيادة الامراض غير السرية وهكذا عشان كده لابد من الرجوع الى الاغذية التقليدية ايه الاغذية التقليدية باعدة؟ اللي هي الاغذية اللي بتتزارع عندنا بمعنى البروكلي مش بتاعي انا بديله عندي الارنبيت الجانسينج مش بتاعي ربنا ما ظلمنيش جايب لي راس الفجل هتقدي نفس الدور كل حاجة عندي انا ربنا مديني بس البديل بتاعها مش تابعي على سبيل المثال عايز اقول نقطة يمكن كتير من الناس تستعجب لها المكسرات لا تجوت في ارضنا دي نعمة دي ميزة مش عيب لان المكسرات 65% منها دهون من 55% ل 65% العزة بالنوع انا كلها بيها ايه انا مش بتاعتي ايه انا مينفعش اكل اكل دسم لكن هي بتجود في اراضي تانية اراضي تانية مرتفعة منخفض الدرجة الحرارة يعني زي تركيا زي بلاد الشام هذيك هناك الحرارة بتبقى خمسة وسبعة فهم جسمهم محتاج ده هم محتاج ده وبعدين حذيك ما تنسيش ان المنطقة الحرة عادة شعوبها ما بتشتغلش بنفس القوة العمل اللي بتشغل المناطق البردة ولذلك حذيك في اوروبا مثلا الناس بتشغل بالتسع ساعات والعشر ساعات والحداشر ساعة احنا هنا بنشتغل ساعتين وبنعتبر نفسنا يعني منحكين في الارض مش كل الناس يعني فعايز اقول لحذيك يعني خلينا ناكل الاكل اللي ناسه ايوه ايه بقى انا كمصري افطر ايه وتغدى ايه وتعشى ايه ولو عاوز ناكس اعمل ايه واشرب ايه كويس اوي اشرب ايه اشرب مية واشرب مشاريب البيئية بتاعتي ينسون ارفة جنزبيل شاي ماشي اذا حبيت ااخد كافيين يبقى اهوة مش نسكة فيه مش كافيينو مش سبريس الله يا فندم من خمسين سنة انا ما كانش فيه الكلام ده انا ادور ببساطة شديدة انا من خمسين ستين سنة كترة الحاجات دي موجودة اللي ما كانش موجودة بقى ده مش بتاعي يبقى ده جاي وافد وعلى ان انا اختاره وكل واحد حر ما فيش اي مشكلة لو هاخد من الوافد من نفسي يبقى بنسب محددة على مدى بعيد بالزبط اه ايه دي النقطة اه طيب شنبت مائية وعصاير بالزبط عصاير طبيعية انا اضافة السكر انا احذر المفروض لو عايزين الصح اصناع انا ما لازش طبع عصير يشرب بس الصح ان الفاكهة هو كلتزجها على وضعها عشان استفدت بأليافها ومركباتها لكن ما عاوز يشرب عصير بيقولك ممكن تحط خضار مع فاكهة مفيش مشكلة مفيش مشكلة مفيش مشكلة مفيش مشكلة مش هيحصل حاجة يعني عصر مثلا تفاحية مع شوية بقدونس مثلا يقول اوكي بس ليه يعني ايه الحكمة انه يعني ده نوع من الحاجات الخاضرة الكتير لتعمل دي توكس طب مع ديك طب انا بحطها جوه السلطة اه البقدونس انا ما لازش عاجة بحطه مع التفاح يعني طب انا بحطه جوه السلطة مرجع على اصلي السلطة البلدي اللي مكونة من خمس الوان او اكتر بقدونس بقه وجرجير وطماطم وبصل وتوم ولمون وقص وخيار اط كل حاجة ليه لا طيب افتر ايه بقى حضرتك الوجبة بتت سلسيتنا بعض اي وجبة كان فطار كان غدا كان عشاء كان اي حاجة لازم تتركب كده تتركب بالطريقة السلسية لان جسمي محتاج ثلاث حاجات فلازم واجبتي تدهم لي حاجة تدي طاقة ليه النشا عيش رز مكرونة عجين المتاح عندي حاجة تبني وهي البروتينات والجودة بالموجودة كان حتة لحمة لو فيه فرخة لو موجود البيت برضو موجود سمكة موجود بيض البان وكل منتجاتها اي نوع من انواع البقول كله قد بعض الحاجة التالتة طبق سرطة خضرة خمس الوان دي الاكلة بتاعتي بتتركب كده عندي سمكاية باخد معهم شوية رز باخد معهم السرطة عندي شوية فول بحطهم في نصر غيف ومعهم السرطة عندي حتة جبنة معنديش غيرها رضا احطها في نصر غيف ومعها شوية السرطة عندي كبشة عتس بفدت فيها الغيف ومعها الخمس الوان حتى وانا بس له العتس بحط جزر وطماطم وانا باكل العتس بعصر عليه لمون باكل معا بصل اخدر باكل معا ورقتين جرجير ورقتين خاص اما نيجي نبص على الاكل التقليدي انا عايز اعرفه من غير ما حد يكون مقريني واي اللي ابص على الاكلة اللي طبيعتها بكلها كاملة من غير ما حد يلفت نظري ازاي هلقاها فتت رعات اه بالفطرة انتي بتاكلها كده متركبة صح الفول سندويتش فول بتحطي لازم عليه شوية سرطة سندويتش الطعمية نفس القصة وهكذا ده الاكل التقليدي الطبق البصارة بتغمسيه بعيش هو اصلا فول بروتين اي بتغمسيه بعيش وبتاكل معا بصل ولمون وبصل اخضر وهكذا الصوبة بقولك البروتين لما تاخد معا الكاربوهايدريتس بيبقى غلط مين اللي قال هكذا قالوا لنا يعني لا 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 مين هذيك لازم نشاول على الاسم اه دايما برضو عايزين نفكر نفسنا ما اخدش كلمة الا من حد اشوف مرجعيته ايه اه مين القائل واحد ما عد يرمى كلمة ضحراجة جات في حجري اسف يعني يقولك مثلا كل البروتين مين اللي بيقول قبل ما يقولك ده يعني كل الدراسات بتقول كده دراسات اللي هي فين حد ينطولني دراسة يعني انا لو طلعت دلوقتي موبايل وعملت سيرش هيقول اول كلمة وهيقولك مش عارفة جامعة ما عرفش ايه في امريكا وجامعة ما عرفش ايه كذا وان يعني مش المفروض ناكل مع البروتين كاربوهايدريتس كل بروتين مثلا مع خضار لكن ما تاكلش مع البروتين عيش ما تاكلش مع البروتين رز طيب سبع تلاف سنة الناس بتاكل مع البروتين نيش حصل لهم حاجة هو حصل لهم عاشوا تسعين سنة ومئة سنة ما قلعوش سنة شعرهم ما كانش بيبيض كانوا بعد سن خمسة وسبعين وتمانين سنة بيجوزوا ويخلفوا ما فيه بقى واضح ان فيه معلومات مغلوطة كتير طب ايه اشهر المعلومات الغلط اللي حركت اوسي صحة حالا لا ده هو من يعني ده كتير زي لا لا مش زي حاضيك قوليلي وانا اقولك الصاحب تاحها ايه لانه كتير اختار ايه ولا ايه ولا ايه اه فعلا الراغي كتير يعني على سبيل المسافة اوعى السبانخ تسخنها بعد ما مش عارف ايه الرز اوعى ايوه لسه اريحة قري السبانخ والرز صاحب يسخنوش ايش عاجب السبانخ والرز يعني فيه مصلحة ولا بازن ليه السبانخ والرز اي اكل يا فندم اتبقى منه شوية الحق اضرده ما سيبوش لحد ما الليل يعدي وانا افتكر وبعدها بقى دخله التلاجة هو قريدي فسد قبل ما يخش تلاجة مشان ما يخرج وانا ما سخنته باز هو اصلا متشال بايز انما رز سبانخ اي حاجة في الدنيا مجرد ما خدت منها شوية لا انا محتاجهم الباقي حطته في التلاجة وهو سليم اسخنه واخد منه تاني واخد منه تاقوة كسر بمناسبة السبانخ واجبة السبانخ الجميلة دي ما يتحط عليها الحمص زي الفل انت كده حضرتك الوجبة دي انت كده دمية الحمص يعني بروتين والسبانخ خضروات ورقية بكمل بقية رز نشا بكمل بقية الخضروات الورقية بالالوان التانية بطبق السرطة بقت واجبة زي الفل المتكملة يعني السبانخ بالحمص مع الرز مع شوية السرطة واجبة متكملة ما عنده مشكلة فقط مريض النقرس يحسب بس منها من السبانخ اللي عنده نقرس اللي هو يوريك أسد ليه؟ لأن الحمص في يوريك أسد بنسبة والسبانخ فيها يوريك أسد فكده واخد دابل دوز زي بالظبط مريض النقرس ما بنقوله الأرنبيت اللي باللحمة المفرومة اللي في الفورن الأرنبيت في يوريك أسد كل 100 جرام فيها 500 ميلي جرام يوريك أسد واللحمة المفرومة كل برضه 100 جرام فيها أبوت 500 ميلي جرام يوريك أسد فكده داب أنت هواخد دابل دوز يعني من ضمن الخضروات اللي فيها يوريك أسد ومعظمنا ما ياخدش باله منها البسلة والسبانخ والأرنبيت البسلة والسبانخ والأرنبيت اللي عنده نقرس اللي عنده نقرس يخف منهم يخف منهم إنما اللي عنده نقرس فيه أغذية المفروض نقرر بلاش أصلا زي إيه؟ الكبدة، الحمام، السلمون، السردين، الأنشوغة لعيش السن حاجات دي ممنوع يقرر بلها هو لعيش السن ده صح أصلا؟ طبعا لا طبعا لا وصلحنا بالنسبة لنا لعيش السن ده الأكل الصحي لا ده بالعكس أنا برضو مش عارف مين اللي طلع هذه البدعة حضرتك أبسط حاجة عايزين نقلها بس نفكر نفسينا بيها أنا ما بلاقي كيس فيه توست سن ولا عيش سن ولا مش عارف توست بوني آه مثلا أنا عمري ما شفت الكيس مكتوب عليه مثلا شركة كزا الأدوية هو كله بقى نظم مع تحيات فرن برحاب فرن مش عارف كلها حاجات فتكهزات شخصية يعني فكرة العيش البوني أصلا دلوقتي تقدر تروح تجيب عيش الرغيف العيش بتاعنا الجميل ده في دلواسي منه عيش بوني يا فندم في الفرن العادي بتاعنا التقليدي يعني بتلاقي العيش العادي وفيه البوني بتاعه آه سنة 2004 عملنا ووركشوب في إحدى فنادي القهيرة كان ووركشوب على مستوى المنطقة العربية كلها كزا دولة حضر وانا كنت حاضر وانا اللي كنت بمسك الموركشوب يعني كان على الرغيف الخبز على مستوى العالم أفضل خبز على الإطلاق الرغيف المصري البلدي يليه خبز سعودي نوع من أنواع المغبوزات السعودية عيش اسمه المرصيع ليه؟ لأن النوعين دول العيش البلدي المصري وخبز المرصيع دول بيتجاب الأمحة تتطحن واللي يتطحن كله يطلع يعجنه ويعمله الرغيف هو ده المفتاح إنما بقى أخليه لونه بني أخليه مسود العيش الشامي الأبيض ده؟ لا مش بتاعنا العيش الشامي؟ لا طبعا مش تاعي كارسة طبعا أنت حضرتك أنا عايز الأمحة زي ما الله رب العالمين عملها اللب الداخلي بإشرته إنما أمسك الإشرة لوحدها أعجنه وعملها رغيف وسميه سن أنا كده عكيت أمسك اللب الداخلي لوحده وديه الأبيض استخلاص 72% وأعجنه وعمله رغيف أنا برضه كده عكيت أرجعها زي ما ربنا عملها كده أنا في الأمان عشان يعني عندنا دلوقتي مطاعم سوريا كتير والأكل السوري جميل وحلو بس فكرة العيش الشامي ده الأبيض اللي دخل ثقافتنا اللي هو عندهم بيأكله بس إحنا عمرنا ما كنا بنأكل العيش الأبيض الشامي ده والناس بتجيب منه وكمان العيش الفينو وفكرة العيش الفينو البني يا فندم خلينا بس معلش يعني نحترم نفسنا ونرجع للنمط بتاعنا لأن الكلام ده مش بتاعنا الكلام ده مش بتاعنا وله سلبياته بل أنا لسه شارح الأمحاية أخدها كاملة لا زيادة من ناحية ولا نقص من ناحية يعني لا أفصل وأخد حاجة دون الأخرى ولا أزود عليها حاجة بحجة أن ده الشيء الصحي زي ما عملوا في إيه برضه بعض فتكساب بتطلع عايزة تخسي بقى يا فلانة هاتي الزبدياية بالليل اتعشي زبدي بس وحطي عليها معلقتين ردة لأ وكمان لامون يعني معلقتين الردة الردة نخالة يعني هايوريك أسد ده نمرة واحد ودي مشكلة عند معظم البودناء نمرة اتنين هي هاي فايبرز ألياف عالية الناس متصورة إن يلا هيه كل ما كترت الألياف كل ما كان أحسن لا كل واحد وحط لا غير كده فندم الألياف كل ما زادت كل ما رسبت المعادن ما بتخلينيش أمتصها يبقى أنا كده ضمرت كل المعادن اللي موجودة في الزبدياية وما أنا بخدها اللي أعمل بيها إيه موفر تمنع عايزة أقول لحضرتك يعني الردة اللي عزبادي نماش الردة في أي حاجة لوحدها ما تنفع ده حتى في بعض طرق برضو مش بتاعتنا بيشو الكبدة بالردة ضيعنا شوية الحديد وشوية السلين بس كمطعم الكبدة المشهورة كلها كده يعني طب كلها كده عايزة أقول لحضرتك هي ده أحلى مطعم المخ بقى المخ المقلي والكبدة بالردة ده لنا دايماً بقوله نرجع لأغذيتنا التقليدية لأنما خرجنا عنها بعدات دخيلة عايزة أقول ما أتى الله بيها نعيش عيشة أهلينا يعني بالزبط كده نرجع صح نعيش بالنمط بتاعنا لو عايزين صحة أمنا طب المخ ناكله إزاي بما أني بحب المخاصل كده طب وما لفادي يتعامل بنيا ما فيش مشكلة بنيا ونقلي آه لما لا بس أنا باكله كل قد إيه أنا باكله كل قد إيه وانا مش كل يوم مرة كل عشر تيام ده يعني لو أوكي ما عنديش مشكلة ما عنديش مشكلة بس مرة وقبل ما أكله أعرف أنا مين أنا عجوز زي حالاتي لا إبقى ما أقدرش أقرب لسبب لأن كل ميت جرام من المخ فيها 2600 ميلي جرام كوليسترول آه كوليسترول عالي جداً وانا الحد الأقصى اللي مسموح لي أخده في اليوم 300 ميلي جرام 300 يعني الميت جرام فيهم 2600 شوفي كم ضعف وانا مش أكل ميت جرام ده أقل واجب 200 200 وقمسين ما مش أنا مش أتمطع على حد تأدي كده طباً وهكذا آه فعايز أقول لازم نحسب أنا بأكد مين وباكل إيه وإمتى تفرق جدير إمتى بقى إمتى بالليل بقى تعشى إيه هقول لحضرتك الأكلة زي ما قلت حديك تتركب كده سواء في طرق أو غدق أو عاش عصب اللي عندي آه يعني عندي دي كرومي 8500 جنيه أوكيه هاكل معاش وقت رز والمكان هون أنا حر اللي متاح هاكل معاش صالة الخضر ما عنديش إلا طبق بصارة آه شوفي بالليل مختلف يعني أنا هقول خلاص بالليل خدي حت الجبنة ودي النص رغيف وش هتصار حت الجبنة باقي أي حاجة لو عايزة رأيي الشخصية أسحارك قلت لا للجبنة القريش واتصدامنا يوميها الجبنة القريش لطيفة إذا كنت أنا ضامن عميلها يعني في حد ذاتها ما عندناش مشكلة الجبنة القريش حلوة بس هل حضرتك ضامنا إنها اتعملت في هايجين في بيئة آمنة أنا معظم اللي بشوفه الجبنة القريش بتيجي من مناطق مفتقرة للإشتراطات الصحية الفلاحة قاعدة كده في السوق هي دي النقطة طب ده ده في العرض إنما في الإعداد كان الشكل عامل إزاي وانا ببقى فرحانا إنه ده جيالي بقى بشوكها بقى لا يعني عايزة أقول الإشتراطات الصحية هي دي النقطة آه يعني هرجع لجزئية إمتى أكل أنا أكل في أي وقت بكيفي لو أكل في نص الليل أنا ههضم أنا جوعت آه جوعت بالليل متأخ أوكي أوكي بس أنا اللي هحاسب على الفاتورة آه إنما طول ما أنا بأكل بأمان تكون الشام الصرع آه طول ما الشام الصرع الأشياء الكلونية بتساعدني فلا هضموا الامتصاص وي 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 ولذلك الآباء عملوا الفطار مع الفجر والعشة مع العشة والغدى ما الشمس تبقى في نص السماء هيتقال أصل الظروف أوكي أوكي أنا بقول المعلومة اللي أنا عارفة وكل واحد حر ويتحاسب بقى برحب طب أحد زي كده بيخلص شغله متأخر لي أعباء المهنة بالضبط آه يعمل علي أن أنا أتعايش آه أنا بخلص مثلا شغل بحيث نجعانا أول مخلص الهو حدك هتروح هتعايش آه بس إعلامي إن لو حضرتك كلتي مع مواكبر الشمس هيكون أفضل بس قدي الله ودي حكمته طبيعة الدنيا كده لأن حضرتك السيستم ده أيام ما كان الناس أول ما الشمس تغيب خلاص كله بينام إنما إحنا النهاردة عندنا ما أكثر المهن اللي بيبتدي عملها بعد غيب الشمس بالضبط فعايز أقول دي هنسميها أعباء مهنة ما تعب المهنة طيب أهم العادات الغذائية الغلط اللي حضرتك عايز تشاور عليها لنا النهاردة ناخد بال أهم وأخطر حاجة الاعتماد على الأغذية المصنعة أرجو أرجو إبعده عن الأغذية المصنعة ونفتكر التعامل مع الأغذية المصنعة سبقة التصديق أكل أو شرب يكون تعاملنا مع الدواء وليس الغذاء الأغذية المصنعة معمولة عشان أستهيئة معمولة بالقوانين اللي بتسمع بيها والمواد اللي فيها غير ضرة إذا تم تعامل معها كما هي أعدت من أجله أما تزنق مرة كل شهر مرتين في الشهر تلاتة في الشهر إنما مش أربعين مرة في اليوم الواحد ده شيء الشيء التاني اللي عايز أقوله أفكر بيه نفسي قبل الغير في حكمة وهي دي اللي تعتبر النبراس للي عايز في الحكمة بتقول اجعل غذائك دواءك قبل ما يصبح دواءك غذائك بمعنى أكله كما الدواء بحساب بموعيد بنظام قبل ما أصل إلى مرحلة أضطر أخد فيها أدوية زي الأكل 14 قرص الصبح وحقنة والبوسة ومش عارف إيه بالليل والظهر باخد لي لزقة طب بعدين هي دي النقطة والمفتاح الكل لازم يحط ده قدام عينه لأن الصحة النهاردة في كتير من الجبهات مفتوحة عليها موبايلات والتاب واللابتوب تلوث كهروماناتيسي بيستهل الجزء كبير من المناعة كميات الأغذية اللي عليها إضافات كميائية سلبية أكل أو شرب أنا بروح أجيبها بإيدي وأنا اللي باشربها معظم الحاجات اللي ممكن تكون مزروعات إشي مبيدات وإشي 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 والكلام بيطلع كتير أوعى الخوخ المسمم أوعى مش عارف بسا جاي في تبغي خوف الوقت عارفا عايزة أقول لحضرتك برضو بقول بفكر نفسي أما نيجي نقبل في الشراء نقبل على الشيء اللي لونه ورحته وحجمه طبيعي طبيعي وموجود في الموسم بتاعه بمعنى أما أبقى في نص الشتاء ولاقي بطيخ يعني فيه مئة ألف على ما تستفهم أما الجوافة بتطلع في الصيف إيه اللي يطلع علي في يناير كلام ما عايزة أقول إيه نرجع نتعامل صحيح أخده في موسمه علشان بتفرق كتير طيب العادات الخطأ برضو اللي حضرتك بتحذر منها مثلا أنا بفتكر فكرة الناس اللي بتقعد تاكل قدام التلفزيون تشغل بقى الفيلم بقى ولا تشغل الحاجة اللي عايزة تفرج عليها سواء على تلفزيون أو على التاب وتقعد بقى إيه صندوتش مش عارفة إيه نأزأز لب طب شوية مكسرات طب تعرف كل شوية تقوم تجيب لك حاجة كده تزبط بيها تمام كان فيه زمان يا فندم كصورة من صورة التربية الغذائية إطباق مقسمة أيها حلو كانت دي الإطباق المقسمة دي كانوا بيعملوها للأطفال كانوا من أنواع يعني دي أكلك هو وحاجات دي برضو في مؤسسات الإيوائية مؤسسات الإيواء حتيك عارف المؤسسات طب الأطباء المقسمة دي تعتبر حل حل ليه؟ لأن أدي المينيو بتاعي وأدي المقرر بتاعي أنا خلصته أنا بقى قدام تلفزيون أنا قدام سيمة مش موضوعي أنا خلاص خلصت أنا منتبه أنا بقى قل إيه؟ مركز في الفيلم مش موضوعي وهكذا فده بيعتبر حل السيرفينج إن الحاجة بتتسيرفس على الصفرة بالمقننات بتاعت الصفرة مش الحلل كلها قدامي وقعد أغرفها هي دي النقطة النشا في ربع الأحجام اللي أنا بقولها لحضراتك دي هي الستاندر هي اللي بحتاجها الإنسان ربع الطبق النشا ونفس الحجم بروتين والنص خمسين في النهاية سنة دي التوزيع اللي اتغطي إحتياجات الإنسان لو الطبق ده مش موجود أنا الطبق بتاعي العادي أزبطي أوزن أوزنها بالشكل ده بس الطبق يبقى دي كده مش صناية مش صناية بتحسن عادي يا فن أنا روحت للدكتور التغذية وقال لي إيه ليك في اليوم صمرت فكهة واحدة فأنا كلت بطيخة البطيخ 7% سكرة والبطيخ مشكلته هو والشمام والكنتالوب هو إيه فهم دي الشمام والكنتالوب عمري معرفته الكنتالوب اللي هي اللي بيسموه أناناس كورة بس طبعا هو اسمه كنتالوب مش أناناس الشمام بيبقى طويل ومجزع بس طبعا معلومة للي بيشتري التجزيعة اللي فيه الصغيرة ما تبقى خضرة تبقى ليس صناية إنما ما تبقى صفرة في الشمام تبقى كده استاوي يعني ما تشتريهاش وإيه خضرة لا ما تنفعش الكلام ده 7% سكر وده ما بيبقلوش حجم لأن الوحدة بتاعته قد كده فالناس ما بتعرفش عمل كنترول خصوة إننا إحنا داخلون على الصيف أو البطيخة كده ما بتبقى مسكرة وحلوة يا سلام بقى ومرقيا بقى مع شوية جبنة كده بزبط فاني قدام التلفزيون بقى هي دي المشكلة لا قدام التلفزيون يبقى النص البطيخ هاخد على حجري هنا دي مشكلة هنا دي المشكلة لإيه لأن الميت جرام البطيخ مش هتملعين الفرد فعايز أقول البطيخ والشمان بيبقى مشكلة محتاج كنترول شوية 7% سكر احنا بتبقى فاكرين أنا كده عاملة دايت لا بالعسس بالليل أنا ما كلتش ده أنا كلت بس بطيخ لا 7% سكر دي مشكلة كبيرة هو قبس حاجة بيقول لك ده مية لا مش مية سكر طيب التسخين الأكل أحيانا ممكن يكون أو طهي الزائد عن اللزوم ممكن يبقى غلط هيبقى غلط في إيه هيبقى غلط في إنه يعني هيأثر لي زيادة سنة على الفيتامينات اللي موجودة مش مشكلة منا كده كده الطبق بتاع اللي هو رقم 3 اللي هو بتاع السلطة الخضرة أنا متكل على الله وعليه على موضوع الفيتامينات والمعادن أما الغذاء المطهي كده كده أنا مش منتظر منه فيتامينات ومعادن إنما منتظر منه نشأ وبروتين وي 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 المعادن مش هتتأثر الفيتامينات اللي بتأثر بالحرارة فيتامين ايه بيتأثر بالحامضية يعني ولذلك الطهي الجامد ممكن وتحويل وسط الخضروات المطهية إلى وسط حامضي بيأثر على فيتامين ايه بس أنا عندي فيتامين ايه باخدوه هنا من الجزر من الطماطم من كل الخضروات الورقية القادرة ما عادش عندي مشكلة فيتامين سي الحرارة بتأثر عليه من الطهي إنما أنا عندي هنا فيتامين سي من اللمون ومن البقدونس أو الجرجير وكل الخضروات الورقية والطماطم إذن تركيبة الأكل بالطريقة ديت اللي أنا بفقده بالطهي بيتعوضلي في الطبق ده إنما جودة الطهي والحرارة المزبوطة بتأمنني من أي ميكروبات ممكن تكون موجودة حضرتك كمان كذا مرة في أعدادنا بتقول بعد سن الاربعين في طريق التغذية مختلفة تمام الكمية اللي أكل من الانشابات مكرونا بدل ما تبقى بشاميل أعملها مكرونا بصوص طماط وكفاية أأكل بشاميل بس أقلل منه ببقاش كتير ده أكل مركب المكرونا ما بتبقى لوحدها غير ما بتبقى معقدة في بشاميل عايزة أقول الطواجن اللي داخل فيها البروتينات أه البنيهات ده أكل مركب أه نوع البروتين ما حطط له أه بقصمات أو دقيق ومألف مادة دونية غلط خالص طبعا يعني بعد الاربعين نستنسوا أحب يعني أو إذا كلناها يبقى نقلل الحجم شوية لسه البيئات اللي موجودة لمن وبفكر تاني لمن يريد صحة أما اللي نفسه في حاجة ألفان براحة كلها تحول الشوكولاتة مدرة ولا ممكن ما فيش حاجة على الإطلاق مدرة وما فيش حاجة على الإطلاق مفيدة لازم نعرف إن القصة محكومة الكمية قد إيه زي ما دايما بقول نحن نحيا في منطقة وسطية من الكون لا يناسبنا إلا كل ما هو وسطي إلا إحنا محصنين السماوات ولا الهوية فيبقى لازم أي شيء أخد منه كمية صغيرة دايما شعار بقوله وأرجو إن إحنا نركز فيه شوية للي حب يسمعه ألف ب تغذية صحية هي لا إفراط ولا تفريط بمعنى ما فيش شيء أنكب عليه لأنه هنكبه بناره وما فيش شيء أنا منكبه على شوكولاته ما ينفعش وما فيش شيء أبعد عنه لأنه لو إيجابيال أنا عجبني النقطة دي ما بعيدش عن شوكولاتة يعني نعم ما بعيدش عن شوكولاتة مش ممنوعة بس ما نكبش عليها طب أعمل إيه بقى يعني يقولك أخد شوكولاتة الداكنة وبلاش مش عارف إيه مين اللي قال علشان الداكنة مش عارف بتعمل إيه وانا هجول منها كيلو عشان تعملي ده زي ما ييجي حد يقولك الحاجة الفلانية مفيدة بتعمل وتعمل 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 طب ما أنا هجول منها مش هجول نصب الدان النقطة أن أنا أدمج كل الأغذية اللي موجودة ما سيبش حاجة بجرعات مقبولة جوه نمط حياتي لو طبقت مبدأ لا إفراط ولا تفريط لحد هيحتاج يتعب ولا حد هيحتاجني ولا يحتاج غيري البقدونس والتوم زي الفل حضرك بتقول أنه مفضل أن أنا يبقى موجودين في حياتي يومية طبعا طبعا البقدونس والتوم كل الحاجات اللي فيها ألوان واللمون واللمون هيرودوت اللي عجبت والمصريون كيف يمرضون ولديهم البصر والتوم والليمون طب أنا ليه أخسر الكلام ده يا جماعة أنا عندي الله القدير المديني نعم من ضمن الأغذية التقليدية اللي عندنا فاندم إحنا نسينا أصلنا أصله الطماطم المخللة المتوم وكمون آه جميل خسارة دي بتديني دي أغذية بنسميها فانكشنال فودز أغذية وظيفية أغذية بيخش له دور بيعمله أنا ليه أخسر الكلام ده عندنا من ضمن الحاجات المعتقدات بتاعتنا أو من ضمن سلوكياتنا اعتدنا ناكل البصل مع حاجة كتير البصل مع البصرة ومع الفول البصل اللي أخذك كمان ومع فاتة العدس وجوه الصلطة وكذا فعايزة أقول الأنماط بتاعتنا الموروسة البصل أخبر أحسن من الأنماط طبعاً طبعاً يعتبر أفضل ليه؟ لأنه في الفايدتين في البصل بهرمون هرمون الكلوكونين اللي فيه بهرمون التستسترون بمركب المادة المطهرة سلفات الأليل زائد فيه مادة الخضار اللي هي فيتامين A وفيتامين C زائد كالسيم وحديد في أي مادة خضرة A و C كفيتامينات وكالسيم وحديد كمعادل في أي مادة خضرة سريعاً الزيت لو أنا خلصتها أقلي علشان نفسي أقلي حاجة إيه رأيك في الزيت اللي بيتقلي فيه أكتر بمرة مرتين وثلاثة مفيش مشكلة بس أتعامل معها تعامل محترم بمعنى إن أنا بحط الزيت في الطاصة وبحط عليها نقطة مية واحدة وبعدها أحطها على المتجاسم حظيك بفكر أنا بقول وبعدها ما خليها تبقى سخنة وحط المية عشان مولقاشو المطبخ بعدها أحطها على المتجاسم تبتدي تسخن تبتدي كل جزيئات الزيت تتخانق مع بعضها على نقطة المية عشان تبرد روحها أبتدي أنا أسمع الخراءة دي صوت تقطاء الصوت يبتدي يعلى 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 لحد ما يوصل لأعلى حاجة أبتدي أنا أحط المادة الغذائية كده يبقى الزيت وصل لدرجة حرارة إنه مش الحاجة اللي هتتقلي مش هتشرب الزيت وفي نفس الوقت لم يحترق بعد لأن الصوت ما راح وقلي فيه مرة واحدة لا بقلي فيه وغطي وأنا بقلي بغطي خلصت اللي أنا هقلي بقوم طافي وشايل الحاجة وسايب الزيت يبرد وأصفيه وحطه ببرطة مرقز في التلاجة وأخسل الطاصة بره زي جوه عشان قصة الطاصة الألية اللي بنلاقيها في فرن بتجاز ده تبقى صودة مصيبة دي مصيبة دي مادة اسمها إكرولين دي مادة شديدة إحداث التسارطن خطيرة وبشيل الزيت ده جوه التلاجة بقدر استخدمه مرتين تاني يعني أنا بقدر استخدم الزيت ثلاث مرات لو تعملت معه بالمنظر ده وما سبتوش منه للحرارة ياخد الحرارة على نفسه عشان يتفكك لا يشتغل كناقل للحرارة وابقى مغطي وانا بقلي الحقيقة دايما الأعداد مع حضرتك بتبقى مهمة جدا وبتصحح لنا معلومات كتير وبتحسسنا ان احنا فعلا لازم بقى عندنا ثقافة الأكل وثقافة الغذاء دي لانه لو عاوزين نعيش عيشة كويسة مزبوط وما نروحش يعني للدكتور كتير مزبوط يبقى محتاجين يبقى عندنا الثقافة دي خصوصا ان النهاردة النسب الأمراض غير السري بقت محزنة دكتور مجدي نزيه السجاري التغذية شكرا جزيلا لحركنا وقتنا في مصر جديدة وان شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى كثيرة هي معلومات كتيرة عرفناها النهاردة عن أهم نشاط إنساني للحياة التغذية وإحنا لو ما أكلناش أصلا مش هنقدر نعيش وفي نفس الوقت لو أكلنا غلط هنمرض وهنعاني والحل الوحيد نأكل صح نتغذى صح عشان كده عملنا النهاردة هذه الجلسة مع واحد من أهم المتخصصين في علم التغذية عشان نشوف العلم بيقول إيه علشان ما نجريش وراء الخرافات لما نكون عايزين معلومة زي ما دكتور مجدي قال لنا نشوف المعلومة إيه ومين اللي قالها ونسأل المتخصصين خصوصا إحنا بقنا تيهين يعني فترة الأخيرة ما بين الحاجات اللي بنقراها احنا بعمل جوجل واعدة رايح حاجات كتير ما ببقاش عارفة المعلومات دي صح ولا غلط فمهم جدا ان احنا نروح لدوي الخبرة ودوي العلم وانا عن نفسي استفدت كتير من جلس النهاردة تمنى تكونوا حضراتكم كمان استفدتوا شكرا لحضراتكم مصر جديدة ان شاء الله دايما اشتركوا في القناة